آلو مرحبا. آلو حيدر. تفضل سؤالك. ممكن نعرف عواقب الغش بالامتحان الكمبيوتر على الجنسية. عواقب الغش على آآ التقديم الجنسية. نعم. نعم طب معاك آآ آآ استاذ نيفين هتجاوبك. آآ تمام استاذ حيدر. هي الفكرة هي ان من وقت قصير آآ آآ النمسا اصبحت تقول ان آآ 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 بدأت تقول ان اللي يحصل على او ان هو اللي يغش في الامتحان آآ طبعا يكون تمسك يعني شخص تمسك يعني لو فيه اشخاص بيدخلوا بيغشوا في الامتحان بيطلعوا محدش بيعرف شيء فخلاص قريدي البلد ما عارفتش. اما اللي بيدخلوا بيتمسك ولازم يكون فيه اثبات انه هو تمسك يعني لعه معاك كاميرا موبايل اي شيء ايا كان آآ هي آآ العقوبة بتاعتها حاليا حرمان لمدة تسعة شهور وبعدها لما تسيجي تقدم الاختبار بتاع النظري آآ لازم تقدمه في المرور ولكن ملهاش اي تأثيرات جنائية كان قبل كده ليها تأثير جنائي بس دلوقتي ملهاش تأثير جنائي يعني ما بيتعملكش محضر او شيء بس آآ وطبعا يعني هي الماجسترات ما بتبقاش عارفة هما طبعا يعني ما بتبقاش عندها معلومة في الماجسترات 35 ان انت عملت شيء زي دوت فما فيش عقبة جنائية في الموضوع او شك جنائي ما بيكونش يتعمل لها بعي تلاية للماجسترات لا ما هو ما عملوش انت سيجا اي ما عملوش انت سيجا هي امتى الماجسترات بتعرف بتعرف لما بيكون في انت سيجا رسمية والشيء تسجل بالدولة بالكمبيوتر فهما بيعملوش محضر فيها تمام اعتقد استاذ حيدر عنده آآ سؤال اخر او بس شاب صديقي آآ فات على الامتحان وعد ما طلع عن الامتحان يعني اول امتحان اللي هو جاب صفر ورسب عندما طلع قام المراقبة عنصرة وقالوا امتى عمد غش قالوا ما نعم غش يعني ارسبت لو ناجح كان في لك حق تقول عن غش وما مسكت معي شي ولا معي شي قام قالوا طلع طلع بعد يومين عم يدوق على المدرسة قالوا عندك شبيري راع المرور تعاملوا معه بشكل عنصري قوي وشوي كانوا يطلعوا لبرا يطلعوا تقليل قالوا بعد تسعة ما هي النقطة احنا قلنا ان لازم يكون في دليل انا ما قدرش اقول حضرتك لان انا ما كنتش معي مش عارفة ممكن يكون فعلا في دليل ممكن يكون معا كاميرا ممكن لقى موبايل يمكن لقى شي فانا ما قدرش اقول حضرتك لان انا ما شفتش بس بالنسبة للتعقيب انها بتأثر على الجنسية اذا السلطات عرفت وبقى فيه شيء جنائي اكيد احنا قلنا قبل كده في كذا حلقة اي شيء مخالف بيأثر على الجنسية ولكن غالبا لما هما بيش عارفين فما بيكون شيء انا عندي اه حالة صارت قبل فترة من احد الاشخاص اتصل اه وصلي معلومة انه في شخص بعد النجاح اه دائرة المرور بعثوله اه خطاب عن طريق المحكمة اه كشاهد او كحالة اه او كمشارك من جزء من من عملية الغش وهذا ممكن ايضا لو ما حصل بالبداية عن سائقة ممكن يروح بعدين عن طريق محكمة اسمه الى دوار جنسية بس طبعا انتي صاحبة الاختصاص بهالمجال هذا ما احنا بيقول لو عارفو في اشخاص كتير بتدخل بتغش وبتطلع لا تمسكت ولا حصل معا شيء ففي الحالة دي هما ما عارفوش وفي ممكن في ممكن لو لو هما بلغوا السلطات ممكن تأثر على الجنسية انا بقول مش هتأثر في حالة انه هما بلغوش للسلطات في حالة انه ما فيش تبليغ لا راح تمحكمه لشيء بس بالنتيجة انه في مسئولية في في مجازف وفي خطر بس قبل كده كانت اصعب قبل كده كان بيجي البوليس وبيعملوا انت سايجة وبعد كده بيستجوبوا وكانوا بيعتبروها قضية جنائية في الغش بس حالين بيقولوا لك هو اللي بيغش دك ان طالب بيغش في الامتحان في الكلية او مثلا لو طالب دخل الجامعة غش او تلميس دخل في المدرسة وغش فهم اعتبروا له كمان بيدخل بيغش في رخصة الكيادة نفس الشيء بيمنع فقط من اجراء الرخصة لمدة تسعة شهور عنده طبعا الامتحان راح يكون بدائرة المرور طيب حايدر اه كده جاوبنا على سؤالك عندك سؤال اخر لا شكرا كتير مشكورين شكرا حايدر